اشتركوا في القناة ولكنه الاتجاه السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام حيث ان البلاد مقدمة على خسائر رهيبة وتهديدات رهيبة تتعلق باملاء املاءات صندوق النقد الدولي التي ستهدد الاغلبية الصاحقة من الشعب التونسي بما يتطلب من النظام ان نقرس كل الاسوات بما يعنيه من ضرب الادوات السياسية والنقبية والاعلامية للشعب التونسي وبالتالي يجردها من آليات مقاومتها المقاومة وتقريبا في كل تجارب العالم تعتبر حرية الصحافة احد الآليات المقاومة الحقيقية لشعوب العالم وبالتالي فان القضية في جوهرين لا تتعلق فقط بضرب حرية الاعلام وانما بضرب آليات المقاومة للشعب التونسي تقريبا كل منظومات السياسية المتعاقبة سواء في فترة بورقيبة او في فترة بن علي او في العشرية الماضية او بعد 25 جوليا استعملت كل المنظومات السياسية نفس الاسلحة لاخراز صوت الصحافة لانه هي تعركوا ان الصوت الفاضح الصوت الانقد الصوت الاستقصائي المنظومات تخطئ مرة ثانية بالتعويلي على استعمال الاجهزة الصلبة والقوانين الزجرية لاخراز صوت الصحافة ومثلما فشلت في السابق فان كل الملامح والمؤشرات تؤكد ان استعمال الاجهزة والقوانين الزجرية لن ينفع هذه المنظومة كان نظام بن علي قد حاكمني كما حاكم عدد كبير جدا من الصحافة واستعمل بن علي ترسانة من القوانين ليست لها اي علاقة بمنظومة حرية التعبير والصحافة حيث يستعملوا في الغالب وبنسبة مطلقة قوانين حق عام تتعلق بقلب نظام الحكم والاعتداء على عوان امن اثناء ادائهم لميامهم وبعد الثورة وان تمسن جملة من التشريعات التي تحمي حرية الصحافة على غير المرسومة 15 و المرسومة 16 غير اننا لحظنا ان منظومة العدالة في هذه المرحلة وفي محاكمات الصحافيين والمدوينين لم تكن امينة للمنظومة التشريعية التشريعية ما بعد الثورة واستعملت مرة اخرى على غرار استعمال منظومة بن علي لجملة من القوانين جملة من القوانين اللي تتعلقوا بحالة الطوارئ والقضاء العسكري ومجلة الارتصالات وهي كلها جملة من القوانين الزجرية التي في العادة تستعمل في جرائب حق عام ولكن تستعمل مرة ثانية في نسخة ثانية لمنظومة بن علي تستعمل قوانين ليس لها اي علاقة بحرية الصحافة وتستهدف اذلال الاذلال النفسي للصحافيين عبر واسمهم بمجرمين ومتحرشين وغيرها هناك اتفاق على انه احداث المرسوم معدد 54 هو احداث ممنهج ومنظم لانه قد اتضح انه الالية الحقيقية لاتهام اكتر ما يمكن من الصحافيين والمدونين والمواطنين واحالتهم على القضاء سواء للحكم عليهم بالسجن وهذا حصل مع العديد او لتخويفهم هذه الالية القانونية كما انه المنظومة الحالية تستعمل شبكة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي من اجل سحل الصحافيين والمدونين وتشويهم والذكر جملة بين المعطيات الشخصية من اجل ثنيهم عن ممارسة حريتهم في الصحافة والطبيع بنسبة احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة خاصة هذه المرضى 300 مائة 2021 تتفق تقريبا كل المنظمات المهنية في تونس وفي العالم ان تونس بيسدد مغادرة قائمة المائة دولة التي تحترم حرية الصحافة وبالتالي ستدخل دائرة الخطر وحقيقة لا يفاجئ الصحافيون ولا تفاجئ المنظمات الوطنية والدولية العاملة في هذا الموضوع بمثل هذا الترتيب لان كل الملامح تؤكد ان هناك مخاطر حقيقية على حرية الصحافة في تونس حيث ان الحقائق والارقام عنيدة وعدد الاعتداءات يتكثف من شهر الى شهر اخر ولكن ايضا على المستوى النوعي حيث ان الانتهاكات اصبحت ممنهجة واجهزة الدولة مورطة بشكل واضح في ممارسة عنف واعتداء على الصحافة وعلى حرية الصحافة وعلى استقلالية وسائل الاعلام سواء من خلال تسليط عقوبات او تسليط قضايا يقف وراءها مسؤولين بالدولة على غرار وزيرة العدل وعلى غرار وزير الدين او التغاضي عن جملة من الاعتداءات التي تسلط من قبل جهة اخرى سواء سياسية او مالية بدون ان تدخل اجهزة الدولة وخاصة اجهزة القضاء في حماية الصحافة طيلة تجربة ما بعد الثورة التونسية تسلح الصحافة بروح المقاومة وخذت معارك عديدة ساهم ربعها في تعزيز ثقة الصحافين بالحرية فلا يخيف الصحافة الان ان يعتقل عشرات الصحافين ولكن ما يقلق الصحافة هو تعميم ظاهرة الخوف لذلك ان محاكمات الصحافين لا تستهدف فقط سجن هؤلاء الصحافين وانما لارسال رسالة واضحة للغالبية الصحافين بان يصمتوا وقد لوحظ كثيرا رجوع الرقابة الذاتية في اغلب وسائل الاعلام كما ان اعادة رسكلت رسكلت العديد من رموز الاعلام رموز التجمع ورموز النوفمبرية اعادة رسكلتهم حقيقة هذا معناه يبعث بمؤشرات سلبية على امكانية خنق الاعلام والرجوع به الى مربع سابق لانه الاستعانة برموز البروباجندا التجمعية يعني الاعتماد على شخصيات هشة تملك ماضيا اسودا بين ضفرين لا يفترك لديها اي هامش للدفاع عن مضامين مهنية ولا الدفاع عن حرية الصحافة وبالتالي ستكون ادية طيعة لخدمة نظام اي نظام مهما كان بمتهم نظام الحال اشتركوا في القناة